دلوقتي هنروح مع حضراتكم تابع أجراءات تطعيم المسافرين بلقاح جونسون عن جونسون واستخراج كمان الـ QR Code وهي شهادات طبعا المعتمدة عالميا من مكتب تطعيم المسافرين في التجمع هنعرف كل هذه التفاصيل من مرسلتنا جيرمين إبراهيم صباح الخير عليك يا جيرمين صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير على بسانتو صباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة فيه جهود متوصلة بتقوم بيها أجهزة الدولة لتطعيم المصريين بشكل عام وطبعا ده اللي ليه دور كبير جدا في خطة مواجهة فيروس كورونا وبيتم التطعيم ده الحقيقة في عدد من المراكز التطعيم السابتة وكمان القوافل المتحركة ده غير مراكز الخاصة بتطعيم المسافرين واللي عددها ست مراكز على مستوى بحافظة القاهرة واللي احنا موجودين في مركز منهم في منطقة القاهرة الجديدة عشان نعرف تفاصيل أكتر عن تطعيم المسافرين والإجراءات اللي بتتم وده من خلال اللقاء أنا مع دكتورة زينب النجار وهو مدير عامل منطقة الطبية منطقة القاهرة الجديدة صباح الخير يا دكتور برحب بك يعني في البداية كده خلينا نبتدي لو حد من المسافرين عايز ياخد تطعيم فيروس كورونا ايه الإجراءات اللي بيقوم بعملها صباح الخير عليكم والحقيقة أنا سعيدة أن جات لي الفرصة أن أوضح لكثير من الناس اللي راغبي السفر طريقة التسجيل على موقع تسجيل الوزارة أولا إحنا عندنا أول حاجة لو المواطن مش مسجل أو مسجل بياناته على موقع التسجيل ويرغب في السفر فبيدخل تاني على الموقع ويحول مركز مسافرين وهيتبع الخطوات المطلوبة ويسجل حسب اللي مطلوب منه في الحالة دي بيبقى على قائمة المسافرين بتجي له رسالة مكونة من عشرين رقم بعدها بينتظر مدة لا تزيد عن اثنين وسبعين ساعة بتجي له رسالة موجهة على مركز من الست مراكز المتاح التسجيل فيها للمسافرين في حالة لو المواطن جاء له رسالة موجهة على أي من برة الست مراكز دول بيعمل نفس الخطوات اللي هو بيسجل على نفس الموقع ولكن بيحول نفسه مسافرين وفي الحالة دي بيتم تحويله على مركز من الست مراكز أو بيقوم بالاتصال بالخط الساخن 15-3-3-5 وبيقول ان هو جات له رسالة موجهة لمركز غير مراكز تلقي لقاح المسافرين وفي الحالة دي بيتم تحويله في خلال 48 ساعة على حد أقصى على واحد من الست مراكز الخاصة بالمسافرين مجرد ما بيجي له الرسالة بيجي واحد من الست مراكز اللي هو جات له الرسالة عليها بيتلقى الخدمة الفورية من حيث تأكيد التسجيل تلقي لقاح السفر واستخراج شهادة الكيو أركود الخاصة بالسفر يعني عايزين نعرف كمان ايه الأوراق المطلوبة هل بيتم الاكتفاء فقط بجواز السفر في حالة تطعيم المسافرين ولا فيه أوراق تانية لازم المسافر لما يذهب لتلقي التطعيم يكون بيستحبها معايا؟ المسافر بس بيبقى مع الرسالة الموجهة لواحد من الست مراكز اللي تم تحويله عليها وجواز السفر بتاعه بيتلقى الخدمة وبيسجل على شهادة الكيو أركود أو يستخرج شهادة الكيو أركود بجواز السفر بتاعه فقط الخدمة لا تأخذ دقائك ولكن اللي بيعرق للخدمة عدم تفاهم المواطنين أو حدوث بعض الأخطاء في التسجيل فده بيخلي الناس بتدخل على خدمة خطأ أو بتاخد خدمة مش هي الخاصة بالمسافرين وبالتالي بيحصل مشكلة منك يعني بذكر شهادة الكيو أركود لو نعرف المشاهدين ايه شهادة الكيو أركود وازاي بيتم الحصول عليها؟ شهادة الكيو أركود هي الشهادة التي تسمح للمواطن بالسفر خارج مصر هي دي الشهادة الوحيدة اللي ممكن يتلقى بيها السفر أو يقدر يسافر الشهادة دي بيبقى مذكور فيها اسم اللقاح اللي هو خده اللقاح اللي بيبقى مسموح به للسفر هو لقاح جونسون اللي بيتم توفيره في الست مراكز على مستوى محافظة القاهرة لو المواطن واخد لقاحين اخرين اي نوع تاني شهادة الكيو أركود بتستخرج ويذكر فيها اسم اللقاحين وحاليا غير متوفر تلقي لقاح تالت في حالة ان المواطن تلقى لقاح غير مسموح بالسفر به يعني او غير مفتوح للسفر يعني انا بشكر حياتك على كل التفاصيل والمعلومات دي واكيد حياتك بذكرت جزء من الاخطاء اللي بتحصل واللي يمكن بتؤدي لحالة الازدحام اللي يمكن تشتبعنيها على موقع توصيل اجتماعي نتيجة عدم التسجيل المسجد بكش حياتك على كل التفاصيل دي شكرا على وجودك معانا يعني شازلي وبس انت دا كان لقائنا مع دكتورة زينا بن نجار قدرنا نعرف تفاصيل اكتر ومعلومات يمكن كانت غايبة عن عدد من المواطنين وده كان بيؤدي لحالة الازدحام اللي كنا بنشوفها على موقع التواصل الاجتماعي خاصة بمراكز تطعيم المسافرين فبنأكد انه لازم يتم التسجيل على الموقع الخاص بتلقي التطعيم في ايقونة خاصة بتطعيم المسافرين تم اضافتها امس او عن طريق الخط الساخن والرقم المختصر برجع لكم مرة تانية في الستوديو شكرا لك يا جرمين وشكرا لدفتك الكريمة